تعالوا نروح نشوف مع بعض تقرير الباس سالر ونرجع لحضرتكم مرة تانية يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل شهر نرصدها لكم تققاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي رغم شهر رمضان الكريم وزحمة الدراما الرمضانية إلا أن القراءة كان لها نصيب ووقت لدى القراء تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الشهر بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في المركز الأول كتاب فن قراءة العقول للكاتب هانريك فاكسويس ترجمة سامويل خيري وترجم هذا الكتاب إلى 35 لغة تحتل المركز الثاني رواية السرع القصوى صفر للكاتب أشرف العشماوي وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق ويأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحى من بعض أحداث حقيقية عن الطموح الإنساني والصراع السياسي جاء في المركز الثالث كتاب علاقات خطيرة للكاتب الدكتور محمد طه ويتناول أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية المؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها في المركز الرابع جاء كتاب الدحيح ما وراء الكواليس للكاتب طاهر المعتز بالله والذي يحكي فيه عن كواليس برنامج الدحيح اختتمت قائمة الأعلى مبيعاً وفي المركز الخامس برواية الكاتبة نورا ناجي سنوات الجري في المكان وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وعام كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل